السلام عليكم هذا مقطع ثاني حق المتعلق في التنفس هنا عندنا المرضين طبعا الفرق بين الوبستركتف و ريستركتف ديزيز ان الوبستركتف في حات الهواء انه ما اقدر عندي صعوبة في اخراج الهواء من الهواء او من الرئتين في حات الوستركتف عندي صعوبة اني ادخل الهواء جو الهواء في حالة الهواء في حالة الاستركتف و ريستركتف و ريستركتف عندهم تشابه ان كلهم عندهم decreases by vital capacity decreases by vital capacity اللي تحتوي على ايش التنفس الطبيعي and spirator reserve volume في حالة الاستركتف والرستركتف يختلفون في شيئين او في شي واحد انهم هنا فالاستركتف عندي على نفس الهواء والرستركتف عندي في حالة الابستركتف عندي انكريز وين فالرزود والفوليم هو اهم شي عندي لان انا في حالة الابستركتف عندي صعوب اني اطلع الهواء من اللنكس فاذا عندي صعوب اني اطلع الهواء من جوا الرئتين فكلما تنفست ستزيد عندي كمية الهواء جوا الرئتين فيتزيد عندي رزود الفوليم بدلا ما كان 1200 زي ما تشوفون هنا بالصورة هذي كان 1200 يطلع تقريبا 1300 1400 مثال طبعا هذي واسه التوضيع 1300 1400 اما في حالة الابستركتف ديزيز هيكون عندي وين ديكريز في هذه الثلاثة الاشياء بس انت ما عليك تحفظ هذه الاشياء كلها لان كلها اذا احفظت كلها راح تضيع لكن اهم شي عندي ديكريز وين في تي ال سي اللي هو لوجد الاصبع